مرحبا بكم معي في فيديو جديد وفي اي نوفي الفابريكاشن وفي هذا الفيديو سنقوم بصناعة مقشرة لبشرة الوجه اي نوفي فيه القشور ديال اللوز مني كان ناخدو اللوز وكان فسخوه وكان حيدوه هذيك القشرة هذيك القشرة هي اللي قد بدون استعملوها وبما اننا احنا مقبلين على شهر رمضان فدائما نبقى نوجدو الحلويات اللي كيكون فيهم اللوز وكان حيدو منهم القشرة فهذه القشرة ما تبقى وشتلوحوها فغادي تفيدكم بزاك بالنسبة البشرة ديالكم كذلك بالنسبة المشاريع الصغيرة اللي قد دروهم فالقشرة دياللوز كتستخدم في التفتيح فهي عندها واحد دور كبير انها كتفتح لنا البشرة وكتخلصنا من الشوائب وكتحيل لنا الشحوب اللي كتكون في البشرة ديالنا الشي اللي كي ايطيها واحد النظارة اللي كتكون عالية يلا هنبدو التركيبة ديالنا اول حاجة كنقوم بها دائما وهي قياس المكونات في البول الاول غدي نقوم بوضع 15 جرام من زبدة الشياء غدي نضيف عليها 21 جرام من زيت الافوكا واخر زيت عندنا في التركيبة وهو زيت المكاداميا وعندنا في التركيبة 10 جرام من زيت المكاداميا طبيعة الحال خاصنا عامل استحلاب وهنا غدي نستعمل في التركيبة لانيت اين وعندنا 90 جرام من لانيت اين هاد شي بالنسبة للطور الزيتي اما بالنسبة للطور المائي فغادي نستعملو 30 جرام من مقطر الكالوندولا غدي ندير التركيبة ديالي اولا الطورين ديالي في الميك هوندولا في حمام مريم حتى قطلع الحرارة ديالهم الحرارة دائما ما بين 50 درجة سلسوس و70 درجة سلسوس فهذا المرحلة فالحرارة عندي جد متقاربة فكنصب الطور الزيتي على الطور المائي وهنا غنستعمل فقط هاد طرب اليداوي لان الكمية اللي اندي ديال الماسك قليلة فلا كنتو غدي تضعفو الكمية فمن الافضل انكم تستعملو الميكسر فكنبقى نمزج التركيبة حتى كنتأكد انها تمزجت لي تماما وبطبيعة الحال ما حد الحرارة ديالها كتهبطو انا كنمزج والقوام ديال التركيبة كياقاد في هذه المرحلة غادي انضيف 15 جرام من بودرة قشور اللوز وغنمزجها مزيان مع التركيبة ديالي من بعد غادي انضيف جرام ونصف من مقشر ديال الارغان هذا كيفاش كيتسنع فهو هديك القشرة القاسح اللي كتكون في البودرة ديال الارغان فهي كتطحن وكتستعمل في المقشرات ديالنا كتساعد على التقشير وهي مناسبة للبشرة ديالنا لانها كتكون الحبيبة ديالها صغيرة بزاف بطبيعة الحال الكيمية كذلك عندها دور مهم فإلا كانت كبيرة فما نقدرش نستعملوها نهائيا على الوجه ديالنا فدائما خاصنا نحترمو المقاييس دائما غادي نمزج التركيبة ديالي طبيعة الحال انا راك نرقب الحرارة لانه في هذه المرحلة غادي نضيف زيت العطري وكذلك المادة الحافظة ضروري الحرارة خاصة تكون دائما كتكون على حسب زيوت العطري والمادة الحافظة ديالكم حالك تستعمل في الحرارة واش خمسين واش ربعين درجة سلسلسل خليوها انتوما احتل ربعين درجة سلسلسل فالاغلبية تتكون في ربعين درجة سلسلسل بقاو انتوما في هاد المرحلة هي اللي تضيفو زيوت العطري ديالكم وحتى المادة الحافظة هنا عندي الحرارة مناسبة فغا نضيف زيت العطري وهنا زيت العطري اللي استعملته فهو بالرائحة ديال زهرة البرتقال وغادي نمزجو تماما مع التركيبة وبطبيعة الحال من بعد غادي نضيف المادة الحافظة وغادي نمزج التركيبة ديالي حتى تتمزج ليا تماما من بعد غادي نضيرها في العلب اللي اختاري بالطريقة اللي تعتمدوها باش تقوموا بتحضير بودرة قشور اللوز فكتاخدو القشور ديال اللوز كيف ما قلت لكم في الاول فيديو فف هاد الوقيته لانهو رمضان ان شاء الله على الابواب زيدخلوا عنا ان شاء الله بصحة والسلامة على جميع المسلمين ان شاء الله في هاد المدة كنصاوبو بزاف الحلويات وبطبيعة الحال كينستعملوا اللوز فهدوك القشور مش قوش لحوهم فغا تقدرو تستعملوهم بزاف ديال التركيبات وان شاء الله غادي ندرو بزاف تركيبات في القناة بالقشور ديال اللوز فكتاخدو هادوك القشور كتغسلوهم مزيان غسلوهم مزيان وكتخليهم حتى كينشفو من بعد الى ما عندكمش هذيك الالة اللي كتنشف اي نبات او لا اللي كتديرنا تتنشف لنا اي نبات بغينا نشفو بحال اللي استعملناها في صناعة بودرة الارويفيغا بالنسبة اللي ما شافش طريقة صناعة بودرة الارويفيغا فغادي يظهر لكم في واحد اللو اي اعلى الفيديو تقدروا تمشي وتشوفو الفيديو هذيك الالة الى ما كانتش فتقدروا تتعملو طريقة واحد اخرى فكتاخدو الفرن ديالكم كتغسلوهم مزيان وكتعقموه وكتشعلوه حتى كيسخن بعدما كيسخن مزيان كتطفو عليه وكتحطو هذوك القشور ديال اللوز كتديروهم في الفرن وكتخليو غي هذيك الحرارة هي اللي كترجع لهم فكتعتمدو هاد طريقين يتبقو تتخرجو هذوك القشور ديال اللوز وتتسخنو الفرن وتعاودو تطفو الفرن وتخليو فقط ترجع فيه هذيك الحرارة حتى كتولي عندكم هذوك القشور كيوليو ناشفين في ذيك المرحلة كتقدروا تطحنوهم وبحالكة كتكون عندكم البودرة ديال قشور اللوز واجدة وتقدروا تستعملوها في التركيبات ديالكم اما بالنسبة لطريقة استعمال هذو الماسك فهو عنده بزافة الفوائد على البشرة فهذا الخلط ديال الزيوت اللي استعملناهم في التركيبة فاستعملنا زيت الافوكا زيت المكاداميا وكذلك زبدة الشيا فكي اعطينا واحد الترطيب هائل للبشرة بإضافة الفوائد ديال القشور ديال اللوز وكذلك مع دوك الحبيبات ديال الارغان ديال القشرة ديال الارغان فكي اعطينا تقشر بطبيعة الحال كي غادي تستعملو التركيبة ديال هذو المقشر فكتغسلو الوجه ديالكم بطبيعة الحال كتنضفوهم زيان وما كتمسحوش كتخليو الوجه ديالكم مبلل واحد شوية بالماء فكتاخدو جزء من المقشر ديالكم وكتبدو تديرو حركات دائرية وانتو ما كتدوزو على الوجه ديالكم فكتقومو بالتقشر بطبيعة الحال تقدرو تغسلوه من بعد عادي او من الافضل تخليو واحد شوية باش البشرة ديالكم كتستفد من الترطيب اللي كان في التركيبة وبطبيعة الحال من الافضل ما تديروش بزافت لما في الوجه ديالكم فما غتخليوش ان الوجه ديالكم يستفد من التركيبة فمن الافضل تبللو الوجه ديالكم غي شوية يعني ما تمسحوش ولكن يبقى مبلل غي شوية وانتو ما كتعتمدو حركات دائرية بطبيعة الحال الوجه ديالكم ما تبقوش تكونوا معها عنيفين يعني غي شوية تعاملوا مع الوجه ديالكم بلطف فالحركات دائرية معها داك التقشر اللي شوية كان في التركيبة اللي من القشور ديال اللوز وكذلك من الحبيبات ديال القشرة ديالارغان فكتبقوا تديروا حركات دائرية حتى كتحسوا بان الوجه ديالكم كامل اعتمدوا مثلا دقيقة فهي كافية دقيقة وانتو ما كتعتمدوا هاتطريقة من بعد تقدروا تخليوا تركيبة كيما قلت لكم جوج دقيق في حال هاكاك تتحسوا بان الوجه ديالكم شرب هادك ترتيب اللي كان في الزيوت من بعد كتغسلوا الوجه ديالكم وكتتعملوا الكريم المرتب بطبيعة الحال الى الوجه ديالكم مازال محتاج ترتيب بو لكن من الافضل دائما مرى اي مازك او لا اي مقشر نستعملوا كريم الترتيب ديالنا وبحال هاكا كنكون وصلنا نهاية الفيديو الى عندكم اي سؤال فتقدروا تخليوا هلية في التعليقات كذلك ما تنسوش انكم تشتركوا في الانستغرام في الصفحة الخاصة بالقناة على الانستغرام لانه تم ما كنشارك معكم بزاف جل حويج يعني كنجاوب على بزاف جل اسئلة فمن الافضل انكم تلتحقوا بنا الانستغرام لانه بزاف ديال معلومات كيتعتاوه في انستغرام اللي ما كننش هنا في اليوتيوب لانه كيكون فقط اجابة على الاسئلة ديال بعض المتابعين في القناة اول مرة كتشوفوا القناة اعجبكم المحتوى ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد كذلك تقدروا تخليوا لي في التعليقات الاسئلة ديالكم او لتعليقات تشجيعية فهذا الشيء بالصح كيدير فرق كبير وكيساعدني انني انستمر في هاد المحتوى وبطبيعة الحال الى عجبتكم القناة تقدروا تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم وبحال هاكا كنكون وصلنا نهاية الفيديو نتلقى ان شاء الله في فيديو جديد اوف ينوفل فابريكاشن باي باي